السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلنت أحزاب الحكومة السويدية بالإضافة لحزب سفارد نموكراتنا عن تقديم مقترح جديد لتخفيض الضرائب المفروضة على أسعار الوقود خصاً البنزين والديزل بالسويد وبحسب هذا المقترح رح نخفض سعر البنزين والديزل بمعدل كرون واحد اعتباراً من 1 ينواري 2023 يعني من بداية العام الجديد طبعاً هذا الشيء من ضمن مقترح مشروع الموازني اللي رح تطرحوا هاي الأحزاب مع بعضها في البرلمان السويدي واللي رح يخصص مبلغ 6.7 مليار كرون لتخفيض الضرائب على أسعار الوقود بالسويد بالإضافة إلى ذلك رح تم زيادة التعويض السفر من وإلى العمل لـ 25 كرون للميل الواحد بدال 18.5 كرون اللي كانت معتمدة خلال 13 سنة الماضي طبعاً هذا المقترح ممكن يواجه انتقادات من الأحزاب الأخرى لأنه هذا الشيء ممكن ما يحقق أهداف المناخ اللي تفقت عليها السويد ضمن اتفاقية باريس للمناخ قبل عدة أعوام لكن غالباً البرلمان السويدي رح يوافق على هذا المقترح بحكم وجود أغلبية لأحزاب الحكومة وحزب زفارة دموقراطنا داخل البرلمان وهيك نحن نكون وصلنا لخطام هذا الفيديو شكراً للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة